هاي صبايا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي هذا الفيديو طبعا مثل ان شفتوا بالعنوان مشترياتي من شيئين بس مول جديدة كتير لانه على اساس هدول المشتريات كانوا لرمضان والعيد والصيف رمضان والعيد والصيف التغوا هالسنة بسبب كورونا بس حابة افرجيكم شو شتريت وهي اول مرة بشتري هذا الستايل يلي حابة بشوف كل هدول الشغلات يكمل فيديو الاخير شان تعطوني راييكم انه كتير بيهمني راييكم باباً لا تنسوا تابعوني على الاستجرام سيكون تحتى في صندوق الوصف وباخر الفيديو سأغل sapphire找 ما انني حلو learntب ست plotted dans the channel لا تستطيعوا علي الجزء لقناة اشتركوا لايك للفيديو كثير كبير وعملوا له شير اذا حبتوا ويلا اخيروا نبليش اول شغلة بدي اولا هذا الفصان اللي انا لعبسته هو معلوم انشي ان بس كثير مشهور هالفصان ما بعرف ليش المهم انا لعبسته هذا مشان سهولة التغيير لانه هذا الفيديو حابق نقيس هدول اواعي يلي في نقيسه منهن لانه فيه شغلات انا ما بدر ايسه منهن احفرجيكم الشغلات يلي انا ما في نقيسه يلي ما رح ايسه اه وبعدين اذا البسته بطريقة ممكن اني انا اقدر صوره هتلاقوا صوره على الانستجرام اول شغلة اول شغلة عنا هذا الفصان كتير حبيته شوفوا اللون تبعه لونه اصفر كتير حلو عاللبس كتير كتير حلو بيعطي نفسي عريض اوكي انا سمناني معشي فكل شي حاللبسه هيكون يسمني اكدر اوكي هذا انا شاريته مقاسه ميديوم كتير حبيته هيك الو ربطه من وره شوفوا ظهره مفتوح وهيك الو ربطه اه حفر طبعا واصير كتير يعني جدا اصير انا ما مطلع بهذا الطول ابدا بس لونه كتير حلو لقماشي كتير حلوة وكتير رهفة مالو مخايل حرام مالو مخايل هو بس هيك مفتوح من كل الاطراف يعني بس كتير حلوة عن جد كتير كتير حبيته وثاني اطعا ما بعرف اذا راح ايسا مفكر بس هو هذا الفستان هيك طويل لتحت مكسر من تحت شوفوا اهل مرة انا حبي الالوان كتير يعني حبيتها الاول مرة بشتريها دول الالوان وانا هذا اللون كتير كتير بحبه سو حبيت اني جربو سو هذا هو الفستان ممكن البسوا لطلعة بس البس فوق جاكت ابيض لسه ما بعرف كمان اذا البستوا بطريقة ممكن تشوفوني فيها هيكون بصورة على الانستغرام بس كتير حبيته بس كمان بعرض يعني هاي اللقماشي كتير حلوة ورهفة بس شو مشكلتها انه هي بتعرض وليكو يعني بخايل شوي كمان بس يعني من بعيد ما بخايل ابدا كتير حبيته حبيت هيك الدق دقة وكمان اله بطاني من تحت يعني هو الفستان فوق و بعدين تحته فيه بطاني على طوله من فوق لي حتى اذا بتقلبوا من هون في من هون بطاني هادا الشي اللي حبيتو فيه وعن جدا عطل الفستان تقل احتل افكار حلوة ممكن ان تقلبوا هذا الفستان كتبولي تحت بالتعليقات ورح البسو حسب الافكار يلي مكتوبة بالتعليقات ما تعطوني افكار هيك ما بعرف كلون بدي افكار حلوة وهلأ بدلت طبعا هذا الفستان بتاعلت شوفوا شوي مخايل كمو شوفوا كمو شلون كمو كتير حبيته هيك هاي اللي من هون بس وهيك طويل لتحت طبعا وكله هيك تكسيرات وكمان في تحته بتاني هذا من الفسطين اللي كان لازم تيجي على رمضان بس هو طلع يعني لونه كتير هيك غريب أصفر كثير تقيل وحسيتو شوي مفتوح من هون يعني بس ما بعرف ما بعرف اذا حبيته ولا ما حبيته شوفوا هاي او مرة ببس هاد الموديل على فكرة وهيك الكشاكش كلياتو واللون هي اول مرة بلبسو بس يعني ماشي الحال حبيته ما حبيته انتو عطوني رأييكم تحت لحق البسو مرة هيك بالبرة وتصور فيه وبنزلكم كل الصور على الانستجرام هذا الفسطان اللي بعده هو هذا الفسطان شوفوا هذا الفسطان واحد من الفسطين اللي كان لازم تيجي وتوصل برمضان شوفوا ما احلى كمو كثير حلو عن جد مبين متل كأنه عباية شوفوا طويل هيك لتحت وتحت الى متل هيك تعريقة كثير كثير حلوة كثير حبيته هاي تبعية بتنزل على الارض يعني متل شاحة كثير خفيف شوفوا انا لوين دماردته فهو كثير عريض بس كثير كثير حلو هاي الفسطين ضروري لما تيجي تكون هلا انا مالي كاوي توا شوفوا بده كثير كوي لحتى يبين هيك استريت وحلو ومرتب لونه كثير حلو كمان لونه احلى من الصور كمان هاد حقل بسو اتصور فيه برا لانه الالوان برا عم تطلع كثير احلى هادو الالوان الزاهية يعني فهذا واحد منهم كثير حبيته ماشته كثير حلوة اللي بعده هي هاي الكنزة شوفوا هاي الكنزة بتجنن كثير كثير حلوة بس صدرة كثير كبير مفتوحة كثير من هون ومتدرو تعملو لشي لانه من هون شادة شوفوا كثير حلوة هي ممكن تلبس فسطان اذا انتو بتلبسوا فسطان انا ممكن تلبسها فسطان بس طبعا يعني ما بتصور فيها لانه هي شوي قصيرة يعني فوق الركبة بهيك شبر تقريبا كثير حبيتها كثير رحفة وصيفية ولونا كثير حلو لونا وتعريقتها كثير مرتبة بس قماشته كثير خفيفة يعني بتحسوا قماشته هي صيفية اكثر فعطوني رأيكم هي اول مرة بشتري هيك شي حبيت هذا اللي هون على الخسر لانه هيك بيضب الجسم شوي شوفوا كمان انا كل اللبس يلي شاريتو هي مقاس ميديوم فكل شي عم تشوفوا انا عم بلبسوه هو مقاس وميديوم وهلا رجعت للبسي الاصلي اللي هو هذا الفسطان هلا حيحكيكم عن باقي القطعة هاي القطعة صراحة لبستها ولقيتها شكلة مو حلو ابدا على اللبس مع انه اللونه كثير حلو هيك فسطان مو طويل عند الارض قد هذا الفسطان الاصفر شوفوا نفس الشي تقريبا بس هادا له تعريقة من هون وهذا ما له بس هاي حسيت على لبس ابدا مو ضابطة مو ضابطة اني انا صورة معنا نفس المقاس بس هيك يعني بيطلع شكل الجسم ما كتير حلو فيها وما حبيتها كتير الا ممكن بعد ما انحف يعني ممكن الغلط مني ها شوفوا ممكن بعد ما انحف يطلعوا تطلع هاي احسن علي بس هلأ كهلأ ما حبيتها مع انه كتير حبيت الكفوف تبع ايديها كتير حلوين حبيت انه هيك رهفة وماشتها كتير كتير حلوة هذا الفسطان نفس الشي حسيته في شي بالقصة تبعه مو ضابطة مع انه شفت عالم شاريينه ولابسينا برمضان شوفوا شو حلو كمان هاد بيشبه هاد شوفوا بيشبهوا بعضهم الاثنين بس بدون كوي ليوم الكوي يعني معلش نحكي هي الشغلي سو هاد كتير حلو شفت العالم لابسينه بس انا علي على جسم يعني ما طلع كتير حلو ما بعرف ليش سو ما بعرف يعني ممكن كمان بعد ما انحف يزبط علي هاد الفسطان بس هاد شفته طلع حلو كتير بس بده كوي وبده شوية تزبيت يعني لانه صدره شوي مفتوح فبده كنزة تحتو سو هادول الاثنين لرمضان الجاي ان شاء الله لانه ما بتوقع حالبسهم برات رمضان يعني اخر شي جربتو بي شي ان هالمرة هي بوات شي ان ولي اول مرة بحياتي بشتري بوات من شركة شي ان طبعا لبستهم كتير 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 لانه ما عندي ولا بوط ابيض اشتريت بوطين هاد وهاد والاثنين لون ابيض تخيلوا بس مشكلتهم الوحيدة انه هنه فورهم بتوسخوا يعني توصخوا انا ما لبستهم غير يمكن رحس فيهم ع السوق يعني ما في ما في اداعي انه يتوسخوا لاك على المطار ولا طين ولا شي بيتوسخوا من الهوى بس كتير المريحين اوكي مريحين مو للسوق ولا للرياضة ما بينلعب فيهم رياضة لانه الدعسات تبعاتهم مو كتير كتير مريحة يعني مو متل بواط رياضة اللي نحنا بنشتريها من السوق بس كموديل كتير حلوين بيعطوا طول كتير حلو شوفوا هذا هو شوفين شلون توصخ مع اني ما يعني لبسته مرة واحدة او مرتين هذا الثاني شوفوا كتير حبيتو كتير طريع الرجل كتير كتير طريع الرجل كتير طريع يعني انا بحب لبواط طريع ومم حب لتقيلة ومم حب العادة اللي لهم هاي الدعسات بس هات دعساته كتير حلوة بس مو لتلعبوا فيهم رياضة يعني مو للمشي لرياضة مو لالركض مو للجيم لانه دعساتهم مو لهالدرجة مريحة يعني واخر شي شتريتو يلي هو ما فاتفيني ابدا ما فيها خجل يعني عادي على فكرة عم بعمل دايت هو هذا البنطلون الاسول هذا البنطلون كتير حبيتو كتير حبيتو كتير حبيتو هيك يعني تحسوا قماشته صيفية كتير حبيتو هيك إلوجياب واشكال على اساس يعني وهيك وممكن كتير يعني انا لبقتو انو يلتباس تحت الوط الابيض هذا اللي هلا فرجتتون يا بس طبعا طلع كتير دايق علي توموتش يعني معنو مقاس شو مليتو انا او اوه جعبتو لارج جعبتو لارج بس هو مو مطاط سو ما بيموت على قد الجسم لهيك ما زبط علي فلا انا حافظ شوية ان شاء الله اذا البستو بحصور للكونيا وتشوف الصور عندي على الانستجرام لازم تتعبعوني على الانستجرام حتا تشوفوا كيلج وانا اخر قطعة هي هي القطعة طبعا كنزة متل ما كون شايفين بس كمان سمول هاي هلا اوكي خلان تفاقع شغلي اني انا مصمنت لحتى ما يفوت فيني لارج بس هاي مثلا سمول طلعت مو ضابطة على يعني مو ضابطة منيحة للجسم ان شاء الله هاي بس لانحاب حالبسها وكمان افرجيكم اياها كتير حبيتها بس كمان شوفوا كيف مجالك يعني هاي اللقماشي عم تيجي كتير مجالكة ماشات البسطين كمان كتير مجالكين هي اول مرة بكون عندي هيك شوية اعتراضات على شيء ام اه الزهر 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 ليس كما انا تخيلته ولكن هؤلاء الأصفر والأحمر جميلة هذا جميل جميل وهذا جميل جميل ولكن هذه أول مرة في أواعي لم تكن فيني لذلك لم تكن فيني لذلك سأقوم بعمل معكم حسنا حسنا لا يوجد شيء كثير عادي وكثير عادي أن تشتري أواعي وما يفوت فيك وكثير عادي أن ترى أواعيك الصيفية ونصل ما يفوت فيك لأنك سمناني لذلك اللي نحن فينا نعمله نحن نرجع نحافظ على حالنا ونحافظ على أكلنا ونحافظ على وزننا وصلنا إلى نهاية الفيديو هذا كان كل شيء اليوم أشارتكم أحبتوا أشارتكم استفدتوا واستمتعتوا أخذتكم شوية نصايح حتى تتصقوا بحالكم أنا أصدا صراحة أنا ما كنت أريد صور هذا الفيديو بس أصدا صورتوا حتى تشوفوا أنه أوكي أنا اشتريت تيوب وما فاتت فيني عادي كثير يعني ما صار شي نعمل نحافظ أحبكم كثير كثير يجب أن تستعملوا سبسكراب للقناة وهو الزر الأحمق تحت الفيديو وعملوا لايك للفيديو وعملوا شاري اذا أحبتوا لا تستبعوني على الإنستغرام سيكون تحت بصندوق الوصف وفي آخر الفيديو أهم شيء لديكم اشتركوا على الإنستغرام وكمان سأحاول أضعوا لكم المترجمات على صندوق الوصف ولا تنسوا تستخدم موكود الخصم سيكون بصندوق الوصف أحبكم كثير 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 وإن شاء الله فشوفكم بالفيديو الجاية باي